تشهد محافظة العقبة جنوب المملكة إقبالا من قبل الزوار والسياح خلال عطلة عيد الفطر السعيد في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد حجوزات الفنادق كما كان متوقعا أجواء العيد والمظاهر الخاصة به في هذا التقرير إقبال كبير وارتفاع أعداد حجوزات الفنادق بمحافظة العقبة خلال إجازة عيد الفطر السعيد حيث لقت مختلف مناطق العقبة لاسيما الشواطئ إقبالا كبيرا وسط أجواء من الفرح والتفاؤل للمواطنين الحمد لله جينا على العقبة كانت الأمور ميصرة جينا الصباح بدريم الباصات تنقلنا والسياحة فيها ممتعة الحمد لله والأمور تمام في خدمة زوار ما شاء الله وفي قبال على السوق الحمد لله شيء كويس ويرفع الرأس زوار العقبة أبدوا أعجابهم بمستوى النقلة النوعية التي وصلت إليها المدينة ومستوى النظافة والتقدم وتنوع الخدمات الترفيهية على حد تعبيرهم منطقة العقبة حلوة جدا بحكم الموقع الجغرافي تبعها وبسم الله ما شاء الله يعني لقينا الأجواء حلوة والناس متجمعة والناس ودودة وأحلى من هيك يعني ما فيه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نفذت خلال إجازة العيد عددين من الخطط أضفت على المدينة طابعا جاذبا للسياح في الوقت الذي شهدت فيه المدينة إقبالا غير مسبوق على أماكن التسوق ترجمة نانسي قنقر